موسيقى لمساعدتهم في تحرير الرقم من احتلال داعش أمريكا تبدأ تسليح قوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب القوات العراقية من الموصل القديم داعش يحرق سجلاته في دلالة على تخبطه الكلي مع دخول شهر رمضان أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان يعيشون الأزمة مضاعفة أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ أفد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال الأسلحة لقوات سوريا الديمقراطية لمساعدتهم في تحرير مدينة الرقم من احتلال داعش وقال المسؤول بحسب وكالة رويترز إن إرسال الأسلحة بدأ أمس الثلاثاء بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر وصلت الدفعة الأخيرة من مهجري حي برزا الدمشقي إلى محافظة إدلب في الساعات الأولى من فجر اليوم في إطار ما يعد تفريغا لمحيط العاصمة دمشق في هذه الأثناء تشهد البادية الشامية والحضوض السورية العراقية تحركات إقليمية عدة تفاصيل أوفى مشاهدين في سياق التقرير التالي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء تم وصول الدفعة الأخيرة من مهجر حي برزا الدمشقي إلى محافظة إدلب وذلك تنفيذا لاتفاق تهجير القسري الذي فرضه النظام على الأهالي بعد أشهر من العمليات العسكرية على أحياء في شنوب دمشق قوات الأسد تركت الخيار مفتوحا هذه المرة أمام المهجرين في هذه الدفعة بين الخروج إلى إدلب أو إلى مدينة جرابلوس بريف حلب الشرقي حيث وصل ما يقارب الألف وخمسمائة شخص إلى إدلب فيما تستكمل القافلة الأخرى طريقها نحو مدينة جرابلوس ويرى الخبراء أن النظام يتبع سياسة تأمين طوق العاصمة تطبيقا لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير الأهالي بريف دمشق تمهيدا لتغيير دمغرافي في محيط دمشق عبر قيامه باتباع سياسة التهجير القسري عن طريق إجبار الأهالي على ترك مدنهم تحت وطأة الحصار والقصف المستمر وتسعى إيران من خلال ميليشيات الحشد الشعبي إلى فتح ممر بري يربطها من خلال العراق بسوريا وصولا إلى البحر المتوسط نظرا لأهداف سياسية وأمنية واقتصادية على رأسها تأمين استمرارية دعم نظام الأسد وذلك تزامنا مع اتجاه الأنظار هذه الأيام إلى الحدود السورية العراقية في وقت بادت فيه المنطقة هدفا لمعظم القوى المتصارعة وسط تضارب المصالح ما جعل هذا التحرك يتلاقى مع خطط النظام السوري والميليشيات الموالية له للسيطرة على معبر التنف القريب من المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني وفضل عن التحرك لفك الحصار عن مدينة دير الزور بهدف فك حصار داعش عنها والوصول إلى الحدود العراقية لكن خطط طهران وبغداد ودمشق تصطدم بمخططات أمريكية تقضي بتسليم جانب من الحدود العراقية لعشائر الأنبار لتأمين طريق بري يربط بغداد بالحدود الأردنية السورية وكذلك يبعاد الميليشيات الإيرانية عن قواعدها في سوريا وخاصة في التنف تعاني النسوة المتزوجات من مقاتلين منتمين لتنظيم داعش من انتهاكات يحرمها الإسلام بالدرجة الأولى وهذا ما جعل كثيرات منهن ينفرن من أزواجهن ويطلبن الطلاق بغية الخلاص إلا أن هذا الخيار لا يلقى قبولا من قضاة التنظيم أمل زوجة مقاتل في داعش طلبت الطلاق من زوجها بسبب معاملته السيئة من ضرب وتهديد لكن قاضيا في التنظيم رفض طلبها فذهبت إلى أسرتها لتالد طفلها لتفاجأ بزوجها يطلب ابنه الرضيع ليبيعه لمقاتل مغربي في التنظيم لأن زوجته لا تنجب نتابع قصتها أنا صعلي سبعة شهر تاركا جوزي صعلي ثلاث سنين مجوزة وبعض سنتين جوزي نضم مع الدواشة طبعا صعلي بيناتنا مشاكل ورجعت على أهلي ظلت عدم سبعة شهر فعط عليه دعوت خلع عدم محكمته ظلت سبعة شهر أحضر محاكم آخر شيء القاضي اللي عنه منه ما فعل لي يطلقني طبعا المدنية كلهن اللي يجون فورا يطلقهم القاضي بس أنا عمله منهم ما فعل لي يطلقني وقال لي أرجع معاه وما فعلت أرجع معاه فبعد ما ولدت بأسبوعين شنت حامل بعد ما ولدت بأسبوعين أنه خبر علينا وقال بدو يجي أخذ الولاد مشان ينطيل واحد مغرب يربيعه ومرته ما رجيبه إليه فهربت رحت أول يوم لما سمعت إنه بدو يجي قبيت عد بن جيراننا بالحارة الثانية بجمنا فجاء على البيت تكاون هو وأخوتي قالوا ماذا ما تطلع رح أقلي برقة فوق راسكم يعني تكاونه وبعدها الثاني يوم أخوي طلعني وصلني للعبارة من العبارة خدم مننا نهرب كل واحد خمسين ألف عدينا المي وحق للألقام وضلينا نمشي شي 18 كيلومتر حتى وصلنا أول نقطة للجيش الدموقراطي لأنه بدو يأخذ ابني مني لأنه هو رح يجي قال لي أخوي أنه ما رح يقدر يكذب عليكم بس قلت له أنا أقدر ما أروح معه بس ابنه بدو يأخذه وبدو يأخذه تاين طي زادين علوان أنه بدو يخلي عنده بدو ينطير ربيعه مغربي بشان مرت عبا ما تجيب ويلات لو أنه بدو يأخذه أنه مثلا يظل عنده عند أهله كان طيتو يا بس بدو يأخذه بشان ينطير واحد مغربي مشان مرته عمله قال ما تجيب ويلات هو عنده طبعا مرته الأولى ثلت ويلات وأبني لا يريد ينطير لهذا ربيعه يعني أطول بي مشاكل وأقتر أحيان يضربني ومرتين سحب علي سلاح ووقفت أمه جدامه ومرت أخوه يعني طبعا وقت يضربني صير روجي كله أزرق وشي من الضربة فأنا حبس بالبيت أسبوعين شيء أنه ما يبين عليه لأنني عارفني بدي أنزل على أهلي عرقه مشان أنه ما أقدر أشتكي بس أنا طيب الضربات البوجي تاي خليني أروح قال رئيس مكتب تنسيق شؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إن المساعدات الإنسانية لا تصل حتى الآن إلى المناطق المحاصرة وضف أوبراين أن نحو سبعة ملايين طفل سوري وعنون من أعمال العنف كما أكد أوبراين أن المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للهجوم يوميا في سوريا أحييكم من جديد ارتفى عدد ضحايا التفجير في كابول إلى 49 قتيلا وأكثر من 300 جريح على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول فقالت وسائل علام أفغانية إن الانفجار وقع بالقرب من وزارة الثقافة والإعلام في الحي الدبلوماسي الذي يضم عددا من السفارات الأجنبية ولم تتبنى أي تجهة الهجوم لكن الانفجار يأتي بعيد بدء ما يسمى بهجوم الربيع الذي تشنه جماعة طالبان سنويا اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الحوثيين بتصعيد القصف وسداف البنى التحتية في البلاد مؤكدا أهمية التوصل لتسوية بشأن ميناء الحديدة وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك بمواصلة العنف في عدد من المحافظات اليمنية واستهداف المدنيين وخرق الموافق الدولية مؤكدا ضرورة تأمين حياة المدنيين يغطي الدخان الأسود سماء مدينة الموصل شمالي العراق مع إقدام داعش على حرق سجلاته ووثائقه بكميات كبيرة في ظل التقدم الكبير الذي تحرزه القوات العراقية في الأحياء المتبقية تحت احتلال التنظيم وبدأت ملامح التخبط والانهيار تتجلى بوضوح على ساحة المعركة تفاصيل أوفى مشاهدين في تقرير الزميلة عطاء الدباغ مؤشر جديد على حالة الانهيار والتخبط التي يعيشها تنظيم داعش في مدينة الموصل شمال العراق خاصة مع انطلاق العملية العسكرية الأخيرة الرمية إلى تحرير آخر جيوب التنظيم في مناطق الموصل القديمة حرق الإرشيف والسجلات والوثائق والدووين وإخلائها من المقاتلين هو الإسلوب الذي اعتمد عليه التنظيم في الأوهنة الأخيرة وفق ما أكده مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب وحاولا بذلك تمس الجرائم وإخفائها عن أعين العالم وكشف جرائمه الكبيرة بحق المدنيين خلال أربع سنوات من احتلاله لمدينة الموصل هرب القادة البارزين أو مقتلهم خلال معارك الموصل زاد من حالة الارتباك لدى صفوف التنظيم وبالتالي خسارته لمناطق احتلاله وفراره نحو مدينة الموصل القديمة حيث الأحياء التي ما زالت تحت احتلاله وفي أحدث التطورات الميدانية نجحت القوات العراقية الثلاثة من بسط سيطراتها بشكل شبه كامل على حي الزنجيري المحاذي لمدينة الموصل القديمة وتأتي عملية التقدم الأخيرة في إيقاع بطيء بسبب الكثافة السكانية في المنطقة المتبقية والتي يقطنها أكثر من 150 ألف شخص وفق ما ذكرت القوات العراقية ستة كيلومترات مربعة هو ما تبقى من المساحة التي يتحصن فيها مسلح داعش في الموصل وفق ما صرح به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أجرى زيارة ميدانية إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل أعلن خلالها بأن النصر على داعش بات قريبا حتى الجيش الفلبيني متشددين ينتمون إلى تنظيم داعش ويحتلون جزء من مدينة ماراوي في جنوب البلاد على تسليم أنفسهم في اليوم الثامن من العملية العسكرية التي تستخدم فيها قوات الأمن المدرعات وتطلق الصواريخ من طائرات هليكوبتر للقضاء على المسلحين فيما تستمر عمليات النزوح من المدينة الفلبينية أشارت المعلومات الواردة من الفلبين إلى اشتداد المعارك في مدينة ماراوي الواقعة في جزيرة مندناو جنوب البلاد وذلك في محاولة من الجيش لاستعادة السيطرة الكاملة عليها من مسلحي داعش الذين تمكنوا من احتلال أحياء فيها ورفعوا أعلامهم السوداء عليها وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد نفذ الجيش الفلبيني غارات جوية على مواقع المسلحين في المدينة التي ارتفعت الخسائر البشرية فيها إلى مئة قتيل بالإضافة إلى أكثر من سبعين ألف نازح فروا منها من أصل سكانها البالغ عددهم مئتي ألف نسمة وقال الناطق باسم الجيش الفلبيني إن الجيش نفذ ضربات جوية دقيقة تهدف إلى منع وقوع خسائر جانبية مع تدمير أهداف محددة بهدف حماية الجنود وتسهيل مهمتهم في تنظيف المدينة من الإرهابيين الذين يواصلون التحصن فيها وقام المسلحون منذ احتلال ماراوي بإحراق كنائس في المدينة وتدمير أبنية أخرى فيها في حين فرضت السلطات حظرا للتجوال في مناطق من المدينة ليلا بهدف منع المسلحين من التسلل إلى مناطق أخرى في المدينة وتشير التقارير الأمنية إلى أن مسلحين من جماعة مواتي المتشددة دخلوا المدينة بمحاولة لمؤازرة القيادي المتشدد إسنيلون هابيلون الذي سبق لتنظيم داعش أن عينه أميرا له على مناطق جنوب شرق آسيا وتعتقد قوى الأمن الفلبينية أن استماتة المسلحين في القتال بالمدينة ترجح فرضية استمرار وجود هابيلون فيها لأنه ورغم الحملة العسكرية الشرسة بقي عدد مجهول من المسلحين في جيوب المدينة يحتجزون فيها رهائن وما زال حوالي ألفين من السكان كذلك محاصرين ووفقا لأرقام وزارة الدفاع الفلبينية فقد سقط في المواجهات خمسة وستون قتيلا من جماعة موات المتشددة إلى جانب سبعة عشر جنديا وثلاثة من رجال الشرطة وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحاول مساعدة العالقين بأن الناس يموتون من الظروف القاسية والرصاص الطائش مع انقطاع الكهرباء والماء والغذاء والرعاية الطبية قال الجيش الأمريكي إنه أجر بنجاح أول تجربة لاعتراض صاروخ فاليستي عابر للقارات باختبار هو الأول من نوعه ويأتي وسط تصاعد المخاوف من البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي وقال نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميرال جيم سارينغ في بيان له إن نجاح تلك التجربة يمثل إنجازا هائلا للجيش الأمريكي وعلامة فارقة مهمة في هذا البرنامج الصاروخي قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيورد جونز إن بلاده تستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون بعد عاما في واشنطن لمراجعة ما تم تحقيقه بشأن مكافحة الإرهاب وأضف جونز أن مركز اعتدال الذي تم تأسيسه في العاصمة السعودية الرياض هو المركز الأكبر لمواجهة الإرهاب ويعنى بإجراء عمليات تحليل للأشخاص المتشددين ودراسة سلوكيتهم أعلن خبراء في مجال أمن المعلومات على شبكة الإنترنت الدولية أن أصل مبتكري فيروس الفيديا واناكراي يمكن أن يكون من جنوب الصين أو هونج كونج أو تايوان أو سنغافورة التفاصيل في التقرير التالي ما زالت التحقيقات مستمرة حول فيروس واناكراي أو فيروس الفيديا الذي أصاب ألف الحواسيب حول العالم وأدى إلى تعطل عمل كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية والطبية في دول العالم إذ رجح تحليل جديد أن قراصنة يتحدثون الصينية قد يكون وراء فيروس الفيديا الإلكتروني وذلك بعد أن فحص محلل موقع فلاش بوينت اللغة المستخدمة في كتابة رسائل مصاحبة للفيروس مرجحين أن من كتب هذه الرسائل باللغة الصينية فقط إما متحدث أصلي بالصينية أو على الأقل يتحدثها بطلاقة وأضف المحللون أن الإصدارات المترجمة من الرسائل تبدو مترجمة إلكترونيا لكن الرسائل المكتوبة باللغتين الصينية والإنجليزية هي الوحيطة التي يبدو أن من كتبها بشر وورد في الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية بعض التركيبات اللغوية غير الصحيحة علما بأن هجوم وناكراي أصاب أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة بما يشمل هيئات حكومية وأنظمة للرعاية الصحية وشركات خاصة وفتحت وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI ومنظمة الشرطة الأوروبية يوروبول تحقيقات لتحديد المسؤول عن الهجوم وأشارت تحليلات سابقة إلى احتمال أن يكون وراء الهجوم الإلكتروني قراصنة من كوريا الشمالية لكن باحثي فلاش بوينت لاحظوا أن الترجمة إلى كوريا الشمالية كانت ترجمة ركيكة للرسالة الإنجليزية حيث قال خبير أكاديمي في الأمن الإلكتروني أن الرسائل الصينية والإنجليزية كانت هي الوحيدة التي يبدو أنها كتبت بواسطة أشخاص يفهمون اللغتين جيدا وأضف أن باقي الرسائل ربما تكون مترجمة بواسطة أداة للترجمة حتى رسائل كوريا الشمالية نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير موقع فيسبوك ينبهك على موعد الإفطار في رمضان أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها طائرات لنقل الركاب جوا من أوبر بحلول العام 2020 تخطط أوبر لنقل ركابها بطائرات كهربائية مخصصة تدعى بوتل سيتم تجربتها لأول مرة في عام 2020 ومع نجاح التجربة خلال شهر أبريل ليسان الماضي تأمل أوبر أن تستطيع استخدام تلك التقنيات في خمسين طائرة تشكل الأسطول التجربي الذي سينطلق بعد ثلاثة أعوام في دبي وولاية دالاس اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية سامسونج تطور هاتفا جديدا قابلا للطي جاء في تفاصيل الخبر كشفت تقارير جديدة أن شركة سامسونج تعمل حاليا على تطوير هاتف جديد قابل للطي الذي يعد خلفية لهاتف W2017 القابل للطي الذي كشفت عنه الشركة العام الماضي إذ حصل الهاتف على ترخيص لجنة الاتصالات الصينية صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم فيلم قراصنة الكاريبي الخامس يتصدر شباك تذاكر السينما تصدر الجزء الخامس من مغامرات قراصنة الكاريبي إرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية في نهاية الأسبوع الأول لعرضه بحسب ما أظهرت أرقام مؤقتة نشرتها شركة إكزيبيتر ريليشنز المتخصصة ومن صحيفة القدس نقرأ مشاهدين جوجل توفر خدمة الموسيقى مجانا لمدة أربعة أشهر قدمت شركة جوجل عرض مميزة للراغبين في تجربة خدمتها الخاصة بالموسيقى جوجل بلاي ميوزيك إذ منحتهم إمكانية تجربة الخدمة لمدة أربعة أشهر بشكل مجاني وعند دفع اشتراك شهري يبدأ من تسعة دولارات وتسعة وتسعين سنة الأمريكي يمكن الاستمتاع لأكثر الاستماع لأكثر من خمسة وثلاثين مليون أغنية دون إعلانات وختام هذه الجولة الصحفية مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية وجهاز للتخاطر عن بعد ابتكر باحثون بريطانيون جهاز للتخاطر عن بعد يتيح التواصل بصمت بين شخصين يبعدان عن بعضهما بعضا ثلاثين مترا ويستخدم هذا الجهاز القابل للارتداء الموجات فوق الصوتية لبث كلمات مستخدمة إلى الشخص الآخر دون أن يسمعها أي أحد آخر ويمكن استخدام هذا الجهاز لمساعدة الجنود في المعارك على التواصل بسرية تامة وأنهم يختبرون مكبر صوت آخر يعمل تحت الماء للغواصين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في شهر رمضان يتغير نظامنا الغذائي بشكل جذري حيث إننا لا نأكل إلا خلال وجبتي الصحور والإفطار وبالتالي فإن هتين الوجبتين تشكلان جزءا أساسيا من الصيام لذلك ينبغي أن يكون الصحور صحيا بحيث يمدن بما يكفي من الطاقة لكي نصمد ساعة طويلة من مدة الصيام فكيف يكون الصحور صحيا الإجابة مع زميلة مونة عواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن تناول وجبة الصحور في شهر الصوم له فوائد صحية كثيرة منها الحفاظ على مستوى السكر في الدم خلال مدة الصيام وتخفيف الشعور بالجوع والعطش خلال النهار والتقليل من الشعور بالكسل والخمول ولكن تلك الفوائد الصحية لن تتحقق إلا بتناول وجبة صحور صحية لكن كيف يكون الصحور صحيا؟ لنتعرف على ذلك مع خبيرة التغذية والصحة لما النائل نتابع بالبداية بحبة شدد على تناول وجبة الصحور وجبة الصحور هي من الوجبات الكثير مفيدة حتمت جسمنا باليوم الثاني بالطاقة والحيوية إذا ما تناولنا وجبة الصحور حنكونتنا يوم كثير تعبانين لكن طبعا يجب أن تكون مكونات وجبة الصحور مثالية غنية بيئة البروتينات الصحية حتى نحن نشبع باليوم الثاني لازم يكون فيها ألياف غذائية كمان لحتى نشبع ولنعدل معدل سكر الدم وما يسيبنا مشاكل صحية ويكون فيها جزء من الخضار والفواكه كرمان ناخد فيتامينات مع عادة نضمن نشيتين باليوم الثاني ونشرب الماء لكن مو بكثرة لأنه تناول الماء بكثرة على وجبة الصحور هيسبب طرح للماء الإضافي اللي احنا أخدنا وبالتالي ممكن أنه ناخد للأشخاص اللي عندهم شغل تاني يوم بدنا نركز أنه يتناولوا مصدر بروتين مثل بيضة مسلوقة مع خبز حبوب كاملة جنبها صحن من الخضار كوب من الروب قليل الدسم ممكن ناخد سلطة فواكي كمان بتاعت كتير نشاط وطاقة حيوية ما نهم من وجبة الصحور حتى لو كان بهدف السيدات أو الرجال تخفيض الوزن إذا ما تسحرنا بالعكس الوزن ماي حينزل وحيصد لعنا مشاكل صحية أكتر لحينزل الميتابلزم والحرق جدا جدا بشهر رمضان حافظوا على وجبة الصحور مثالية وصحية مايكون فيها ملح مايكون فيها مخللات مايكون فيها سبايسيز كتير لأنه البهارات والمواد الحارة على وجبة الصحور سبب العطش وفقد الماء بالجسم وبالتالي كمان بتكون عادة غير صحية أبدا من الأفضل تأخير وجبة الصحور لأن ذلك يساعد على التقليل من الشعور بالجوع والعطش ويعين الصائم على أداء مهامه اليومية دون تعب أو إرهاق وتذكر دائما غذائك حياتك غلبت مظاهر الاحتفاء بحلول شهر رمضان على شوارع المدن اللبنانية فيما زادت شكاوى السكام من استغلال التجار وارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة أخرى يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري حياة صعبة في ظل انقطاع المساعدات وقلة المعونات الإنسانية بالتزامن مع قدوم هذا الشهر الفضيل إلى التفاصيل لا تزال تلك العلاقة الوطيدة بين شهر رمضان ومدينة بيروت بأبهى حل منذ قديم الزمن فالطابع الرمضاني منفك يهيمن على شوارع المدينة وأزقتها عند حلول الشهر الفضيل اللافتات الممتدة على طول الطريق والزين المنتشرة بين البنايات المتراصفة تبهر أعين النظرين إليها ما جعل العاصمة والمناطق اللبنانية الأخرى بمطاعمها ومقاهيها تعج بالأمسيات الرمضانية التي تمتد حتى ساعات الفجر وغالبا ما تنتهي بعد السحور وعلى الرغم من ما ذكر فإن هذه المغريات وحدها لم تكن كفيلة بزيادة عدد الزبائن والمتسوقين ضراوة اشتعال الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان زاد من ارتفاع شكوى الأهالي الذين اعتبروا أن التجار يستغلون ظاهرة الشراء التي ترتفع مع اقتراب شهر رمضان لتحقيق أرباح كبيرة وفي فترة زمنية قياسية مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الناس بصرحة شوية غلاء بلاشوا من هلأ بالغلاء يعني حتى سوء الخضرة كل شي غالي ما رز الأشياء كله عم بغلوه بلاشوا هلأ يعني يغتنموا الفرسة رمضان والأسواق كلها عم تغلى الوضع في طرابلس بدى مشابها لما عليه في بيروت حركة تجارية نشطة تعيشها أسواق المدينة السكان توفدوا على ابتياع الخضروات والفواكه واللحوم أما محلات الحلويات فكان لها نصيب الأسد من الإقبال الشعبي فتناول الحلويات بعد الإفطار شكل طابعا متأصلا وسيمة مرتبطة بتقوص الشهر الفضيل في عنا مأكلات خصوصي نعملها في شهر رمضان هي التونسية والرمضانية وفي عنا كمان حلية الرزب جبني وحلية الشميسة كل هذه اللي نتخصص فيهم بهذا الشهر الكريم المشهد هنا يختلف تماما أجواء الفرح غابت كليا عن المكان وكان الصمت سيد الموقف أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن ما يزيد على ربع سكان لبنان يعيشون في مخيمات مؤقتة بالكاد يجدون ما يسد رمقهم ما فيني بنوب حضر لرمضان لأنه ما عندي قدرة أما لولادي شيء من المطلبات رمضان يعني ما في أي شيء مطلبات لرمضان أقدر حضرها لولادي أنا وضع كثير سيء مع كل أجواء الفرح التي يمثلها قدوم شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية تبقى صورة هؤلاء الأطفال المشردين من بلادهم حزنا مقيتا يصاحب قدوم هذا الشهر بالنسبة إليهم لم يكن شهر رمضان مختلفا تماما عن غيره من الأشهر فالامتناع عن الطعام والشراب سيكون طبيعيا جدا لأولئك الذين صاموا رمضان وغير رمضان أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خدمة جديدة لشهر رمضان المبارك تعرض موعد أذان صلاة المغرب ويظهر في أعلى شاشة الهاتف رسم مسجد إلى جانب موعد غروب الشمس الذي يحدد عند المسلمين وقت صلاة المغرب والإفطار تأتي الخدمة في سياق تغييرات أخرى يقدمها فيسبوك في شهر استثنائي يعرف نمو كبيرا في استخدامه يحتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم بذكرى وفاة المهندسة المعمارية العراقية الشهيرة زهى حديد التي رحلت عن عالمنا في الحادي والثلاثين من شهر مايو أيار من عام 2016 في مستشفى مايامي في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر أزمة قلبية إذ كانت تعالج من التهاب الشعب الهوائية وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين لمساعدتهم في تحرير الرقة من احتلال داعش أمريكا تبدأ بتسليح قوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب القوات العراقية من الموصل القديمة داعش يحرق سجلاته في دلالة على تخبطه الكل ومع دخول شهر رمضان أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان يعيشون الأزمة مضاعفة بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة ذاتنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائما كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر